فإذا عدة أمور لازم ندركها في هذا الموضوع أولا محتاجين ندرك طبيعة الله من هو الله الذي نتعامل معه الله ليس إنسان وليس مجرد بشر من حاول أنه نغري أو نرشي بشوية أعمال صالحة لأن طبيعة الله مكتوب عنه الله نور لا يدنى منه الله نور يعني لا ظلمة البتة فيه فلأن الله نور فصل بين الظلمة والنور فطبيعة الله نور مش ممكن أي ظلمة مش ممكن أي خطية صغيرة أو كبيرة إحنا ما منعامل هذا الإله الغير محدود في مستوانا العقلي إنه نحاول نحدده بفكرنا أو نحدده بأسلوبنا أو بطريقتنا الله عنده طريقته الله عنده أسلوبه الله عنده مخططه لعلاج مشكلة الخطية اشتركوا في القناة